الأصل أن المسلم يتطهر يتوضع في بيته يعني لا يؤخر الوضوء والطهارة إلى المسجد لا يخرج من بيته وهو جاهز للصلاة هذا الأفضل والأكبر يلبس أحسن الثياب يمشي أو يركب والمشي أفضل لكن لا يأتي وهو يجري إلى المسجد أو مشمد أو يأتي إلى المسجد وهو يرفع الصوت في الكلام في العاتب هذا قبل أن يأتي للمسجد للمسجد حرم قبل أن يدخل إليه فما بالنا عندما يدخل المسجد إلى المسجد؟ يحرم البيع والشراء في المسجد الحديث عن الدنيا اللعب في التليفون والله لا تستطيع أن تلعب في التليفون في بيت الرئيس ولا حتى مخفر الشرطة لكن هناك من يلعب في المسجد بالهاتف عيب والله الشيخ زرمي فانتا يدخل ما يدخل ما يدخل المسجد لو يدخل كافر الآن إلى المسجد وينظر إلى هذا وهذا ينعب في الهاتف إيش يقول؟ هذا مقهى؟ هل يصنع هذا في الكنائس؟ هذه بيوت من؟ بيوت الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن نجعلها خراب أماكن للنوم، أماكن للبيع، للشراء، لللعب في الجوال، لشرب الشاهي والقهو والحديث عن السياسة هذا لا، ليس مكان هذا المساجد المكان الذي تضع كرمكم الله في الحذاء، ضع الدنيا في الخارج، لا تدخل المسجد مع الدنيا لكن بالتدخل من المسجد هنا، أليس أن تضع وجهية ساعة في الفترة ترجمة المسجد نعم